أهلا بكم من جديد في الوقت اللي مصر بتستعد فيه لاستقبال أعمال قمة المناخ كاب 27 في مدينة شرب الشيخ ظهرت نتائج مسابقة التغيرات المناخية واللي نظمتها وزارة الثقافة وفازت فيها أشرقة عمر غنيم الطالبة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة وده مشروحها تصميم مبنى صديق للبيئة خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن المشروع إزاي نقدر نوظفه وإزاي نقدر نستغله في المستقبل خلينا نسأل أشرقة اللي موجودة معنا النهاردة في الستوديو وكمان المشرف عليها الدكتور إبراهيم جمال مدرس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة صباح الخير عليكم أهلا وسهلا صباح الخير نورنا أهلا وسهلا ألف مبروك أشرقت نعم الله يبرك أشرقت أحكي لي الحكاية أشرقت تصميم مبنى صديق للبيئة بشكل مختلف لدرجة أنه يعني يكسب في مسابقة زي دي وليلي بقى الفكراجات إزاي وإيه اللي عملتين مختلف علشان تتقدمي بيه لمسابقة هو التصميم ده أنا كنت عاملاه في الليفل 4 في سمستر 1 كنت عملته وكنا في مكان محدد دي بس فكنت عملته كنت قلت أستغل كان في مادة كمان استغلت المادتين في بعض علشان أقدر أطلع التصميم لا يا الشخط أكيد في حاجات تفاصيل أكتر من اللي أنتي بتقوليها بكتير تخليكي تكسبي في مسابقة وتطلعي مبنى يعني الموضوع مش بسيط تخلص لدرجة أنه براجيك في ليفل 4 وبفجأة تدخلتي مادتين أكيد قلت بقى عملتي في حاجة مواد استخدمتيها متخيلة لأنه لو شكل تصميم يعني إيه حكا لنا ما تبخيش علينا بالمعلوم هو المفروض مجمع الثلاث أدوار مول كده تجاري بعد كده إداري للشركات وكده وبعد كده سكني فندقي استوديوز وكده استخدمت بقى الحاجات اللي هي تقدر استغل بيها الطاقة المتجددة اللي موجودة عندنا في الطبيعة يعني مثلا حطيت فوق اللي هي الخلايا الشمسية عشان أقدر استخدم الطاقة الشمسية في الإضاءة وكان فيه سينسورز في كل المبنى اللي مش هيفتح لي الإضاءة أصلا غير لو كان عارف إن الإضاءة مش هتكون اللي جاي من بره مش هتكون مكفيات حطيت نباتات يعتبر في كل مكان علشان تزبط الهوى وكده كنت فاصلة بين المبنى من فوق علشان الهوى اللي يدخل يعمل دوامات فأقدر إن أنا ما استخدمش تكيفات وحاجات من دي أقدر إن أنا الهوى اللي يكون موجودة عندي سائع وكان فيه الإضاءة وموفرها في كل الأماكن علشان كمان في الأدوار اللي هي تحت فتحات يعني؟ أوه عاملة فتحات من فوق كده وكمان اللي هي الدارك فوتر والبلاك فوتر دول استخدمتهم في إنه هم بيتعاد تدورهم وبقدر أستخدمهم في الحريق وبقدر أسئي بيهم النباتات اللي هي موجودة في كل الأدوار يعتبر يعني مش محتاجين إن احنا نستخدم مية تاني طيب عظيم الفكرة جابتك يا دكتور أول ما تقدمت بها أشراكت؟ طبعا هو أشراكت من الطلبة المتميزين جدا والمكتهدين جدا عندنا هي الأولى على دفعتها إن شاء الله مع أنها طبعا لفزت هي الأولى على دفعتها عندنا وحضرتك التوجه أصلا بما عندنا للطلبة بيكون خاص بإن إحنا بنشوف إيه التحديات اللي إحنا بنواجهها حاليا كدولة وكعالم فكم من أهم التحديات اللي إحنا بنواجهها عموما هي طبعا التغيرات المناخية اللي إحنا العالم كله بصددها ومصر بتصديف قمة المناخ حاليا فبنبتدي إن إحنا نوجه الطلبة إن المشاريع بتاعتنا كلها المشاريع المعمرية لازم تكون قابلة للاستخدام وقابلة للتحدي الجديد الخاص بالمناخ من خلال استخدامات جديدة للطاقة استخدامات لطاقة متجددة زي الخلايا الشمسية وغيرها من أنواع الطاقة المتجددة زي إن أنا بحاول إن أنا أقلل من استهلاك الطاقة الأساسية زي إن أنا إزاي أستخدم التهوية الطبيعية بشكل أكبر بدلا من التكيفات زي ما أشرقت ما قالت إن أنا إزاي أوفر من استهلاكنا للمية وغيرها فطبعا أشرقت كانت من أميز المشاريع اللي كانت متقدمة عندنا وهي لما جت فكرة المسابقة وجت عرضت علينا المسابقة طورت على المشروع بتاعها وتقدمت بيه وكانت يعني الحمد لله إن هي فازت بالمسابقة الجامعات أو كتير من الكليات بيبقى عندها سيستم يعني أنتو حضراتكم واضح أنك وجهتوا بأن المشروعات تكون بتتناسب مع التوجه اللي بيحصل أو التطوير اللي بيحصل في الفترة الأخيرة لكن في كتير من الكليات بتبقى حطة مثلا زي عاملة فوكس جروب كده من خلاله بتقول إحنا عندنا عشرة أفكار خمس أفكار وبيشوفوا مين بيبقى يعني محبز إنه يشتغل على فكرة معينة أنهي سيستم بتتبعوه في الكلية هل الأفكار كلها بتيجي من عند الشباب ولا حضراتكم بتشوفوا إن إحنا عايزين الخطة السنة دي نشتغل كل البروجيكس حيث تشتغل في السياق واحد بحيث إن إحنا ندعم نقطة واحدة تكون الدولة شغلة عليها هو حضرتك الموضوع ممكن يكون ليه علاقة أكتر بتخصصنا إحنا اللي هو التخصص المعماري أو تخصص العمارة لأن إحنا كمعماريين بقى في المهنة عموما بعد كده بعد ما الشباب ما بيتخرجوا وإحنا كمعماريين بنكون حاملين لأمانة أمانة المباني والمجتمعات الخاصة أو المدن عموما بشكل عام اللي موجودة فإحنا بنحاول نوصل ده للشباب إنه هم ما يبقوش بعاد عن الحدث أو الواقع اللي إحنا عايشين فيه فعلا فإحنا كل سنة بنطور الخطة بتاعتنا طبقا للمتواجد فعلا واللي إحنا عايشينه فعلا زي مثلا لما كنا ساعة سنة الكورونا أو كده فبقى فيه متطلبات جديدة في التصميم المعماري لإحنا إحنا إزاي الإجراءات الاحترازية في التصميم نفسه وفي الحيزات الداخلية والخارجية جينا دلوقتي وطبعا من قبل كده تحديات الطاقة عندنا فإحنا بدأنا إن إحنا نشجع الولاد نم إزاي يستخدموا الطاقة المتجددة في المشاريع بتاعتهم عندنا أزمة المية فبدأنا إن إحنا نتكلم معهم إن إحنا إزاي نوفر في استهلاك المية إن إحنا نعيد استخدام الصرف الصحي إزا كان الجري ووتر أو البلاك ووتر ويعيدوا استخداماتها زي ما كانت أشرقت مقالة في إطفاء الحريق في إعادة إن أنا أريي اللانسكيب مثلا أو النباتات أو كده بعد معالجاتها طبعا فأنا ببتدي إن أنا بشوف مع الشباب عندنا أو مع الطلب عندنا إحنا عايشين في إيه التحديات اللي إحنا عايشينها وإن إنت إزاي كمعماري تقدر تتعامل معها وتواجهها بأسلوبك المعمار الصحيح طيب ده عظيم الشرقة أنت كنت لوحدك في المشروع ده يعني كل حاجة أنت اللي نفستيها أنت اللي فكرت وأنت اللي نفستي أنت اللي عملت كل حاجة أه بس يعني كنت باوري للدكاترة أول بأول مفهوم ما هو بقى هنا عايزين نعرف دول الدكاترة في الموضوع إيه يعني إيه الدعم كمان اللي قدمته لك للجامعة يعني هم يعني قريدي باقدمها الحاجة فهي بتتصحح بقى اللي هو يعني ده مش هينفع ده مش هينفع يتحقق أو ده يعني والط توجيه مثلا طيب فيه دعم تاني ولا هو كده بس يعني فيه ماتيريال مثلا تستخدمتيها في أي حاجة تستخدمتيها أه أكيد آه الماتيريال كل حاجة يعني بكون متأكد منهم أو مثلا يقولي مثلا الماتيريال دي مش هتنفع هنا فحنا هنلغيها مش هينفع في المكان ده أو مثلا الإليبيجيان كنت عايزة استخدم الماتيريال دي مش هتكون موجودة هنا فهنغيرها وانت بتختاري المواصفات عملتي حسابك كمان في قد ايه ممكن يبقى سهل أنه يتنفس في الوقت القريب يعني وانت بتختاري الماتيريال يعرفتي قارنتي بين الأسعار أن ده ممكن يكون أغلى مش بس أنه يبقى صديق للبيئة في حاجات بتبقى صديقة للبيئة لكن لسه ما تعممتش أو ما تعملتش على سكيل أوسا فقد تكون أغلى شوية وانت بتختاري الماتيريال اللي حتشتغل عليها أو المواد اللي حتشتغل عليها قارنتي بالأسعار وقارنتي مدى توفرها أصلا في السوق المصري بحيث أن احنا نقدر فعلا نعمل المبنى بتاعك قريب هو فعلا ينفع يتعامل بس هي الأسعار عموما حتى يعني في الرخيص برضو الأقل حاجة هكون غالية جدا في التكلفة بس هي على المدى البعيدة هيتوفر كتير جدا يعني هوافر الكهرباء هوافر الحاجات كتيرة جدا فيعني مش هكون هصرف بس هي في راحلة ما هي تتعامل هتكون غالية جدا بس بعد كده خلاص هيتوفر كتير جدا كمان هي مستدامة يعني مفهوم دكتور عشان نعمل مشروع زي ده محتاجين إيه؟ عشان يتنفذ على الأرض الواقع محتاجين البيئة اللي احنا فعلا عايشينها دلوقتي يعني سيادة الرئيس دلوقتي التوجه بتاعنا رؤية مصر عشرين تلاتين أول محور فيها جودة الحياة اللي هو ومتاخذ أصلا من أهداف التنمية المستدامة العالمية المحور رقم 11 مدن ومجتمعات محلية مستدامة ده اللي احنا عايشين فيه دلوقتي دلوقتي احنا فيه مجتمعات جديدة بتنشأ في البلد قابلة أن هي تقبل مشاريع زي مشروع أشرقت منها تتنفذ الأفكار الجديدة الأفكار الدعمة للدولة وللبيئة الدولة دلوقتي دعمها جدا وبتشجع جدا لها تتنفذ فنقدر أقول أن مشروع زي مشروع أشرقت قابل للتنفيذ فعلا ممكن أشرقت كان بتتكلم على فكرة التكلفة أو كده اللي هو ممكن تكون زيادة أو كده فاحنا بنتكلم مثلا زي نظام الطاقة الشمسية هو في البداية ممكن يكون تكلفته أعلى شوية لو أنا اشتغلت بالنظام الطاقة الكهربائية الطبيعية لكن هي زي ما هي أشرقت موضحت بنيجي على المدى بعد كده أنا خلاص أنا عندي الطاقة متجددة الطاقة الشمسية ربنا خلق أهلنا من دون مقابل أو كده فالموضوع قابل للتنفيذ طبعا مع طبعا دعم الدولة اللي احنا عايشين فيه فعلا دلوقتي طيب المبنى نفسه بقى دكتور ايه المواد اللي هيتكوم منها هزا المبنى يعني احنا مش مفروض هنعمل مبنى تمام هيتكوم من ايه احنا عارفين مباني بتتكوم من طوب زي ما احنا عارفين طوب واسمنت هل في مواد هتدخل في بناء هزا المبنى طبعا حضرتك احنا دلوقتي اي مبنى معماري بإحنا عندنا ثلاث حاجات أساسية بتخش في التصميم عموما عندنا او ثلاث محاور خاصة بالتصميم الشكل والانشاء والوظيفة طبعا الوظيفة هي زي ما هي وضحت لحضرتك انها مبنى متعدد استخدامات تجاري اداري سكني الجزء الخاص بالانشاء طبعا هي مستخدمة مواد جديدة متطبق فيها النانو تكنولوجي خاصة مثلا زي استخدام مثلا زجاج معالج لوقي فيدخليش الأشعة الضرة لها مثلا استخدام مواد ممكن تكون معالجة اصلا تبقى الحمل الانشائي على المبنى بيكون اخاف طبعا استخدام مواد زي الديهانات مثلا يبقى مفيهاش مثلا مواد طيارة او حاجات اللي هي ممكن تكون تضر بالاندور اير كواليتي او الهواء الداخلي في المباني او كده فهي بتحاول ان هي تستخدم حتى مواد البنى تكون مواد صديقة للبيئة من غير ما يبقى فيه اي انبعاثات او اي ضرر على البيئة المحيطة ليا او حتى ممكن يكون اصلا طريقة التصنيع كمان صديقة للبيئة يعني احنا عارفين كتير من المصارع يمكن مؤخرا بقينا بنركز جدا في التفاصيل الصغيرة دي لكن عادنا فترة طويلة جدا طريقة التصنيع نفسها بتكون ضرر للبيئة حتى لو بنطلع منتج صديق البيئة في الاول اكيد طبعا اكيد طبعا احنا حتى دلوقتي لما نجي نتكلم مثلا عن حد من الامثلة العظيمة والقدوة لنا المعماري المصري العظيم حسن فتحي معماري حسن فتحي لما جيه عمل الفكر بتاعه الفلسفي جي قالك ابني باللي تحت رجلك راح المنطقة شاف ايه اللي موجود هناك فيه حجر هناك انا حابني بالحجر فيه هناك الطين وطور عليه واعمل طوب بنا هناك بالمكان اللي هناك حسن فتحي كان شغال بفلسفة عظيمة جدا كان يقولك ان المعماري بيتعامل مع بيئتين البيئة الاولى اللي هي البيئة اللي ربنا خلقها لازم احافظ عليها وما ازهاش حتى فيه تصنيعي لمواد البنى اللي انا بستخدمها للبيئة التانية اللي هي من صنعنا احنا واحترمنا برضو للبيئتين البيئة اللي هي من صنع الله والبيئة اللي هي من صنعنا احنا طيب اشراقة المسابقة كانت عاملة ازاي المنافسة فيها كانت عاملة ازاي ايه المشروعات اللي انتي كنت شايفة اني برضو مشروع من المشروعات المهمة اه كان فيه مشاريع كتير قوي مهمة كان مشروع دكتور هو كان فيه عدد كبير فعلا من المشاريع مع المقدرناش اللي احنا نحصيها فعلا وكان فيه مشاركات كبيرة جدا ومشاريع قوية جدا لكن الحمد لله رب العالمين ان مشروع اشراقة نال اعجاب لجنة التحكيم ان هي انها تفوز لانه كان مشروع مختلف من الناحية التشكيلية والمعمارية ومن الناحية البيئية تعاملها مع البيئة ان هو يكون مبنى صديق للبيئة هو قدر ان هو يحقق المعايير ان هو يكون فعلا مبنى صديق للبيئة قابل للتنفيذ غير دار للبيئة المحيطة به فاشراقت الحمد لله بمشروعها وباكتهادة وتمييزها قدرت انها تنال الاعجاب بتعلاجنا التحكيم وانهم اختروها انها تفوز بالجايزة اشراقت انت في لفل 5 هل عندك مشاريع تانية المفروض تقدميها ولا ده المشروع الاخير لك لا لسه في مشروعين في مشروع التخرج الكبير قوي ده ولسه في مشروع للسمستر ده طيب فكرت ان انت تكملي على اللي انت عملتيه ولا انت فكرتك قائمة على ان انا عندي لسه افكار تانية عايز اعملها مش عارفة بقى بما ان ده كسب وكسب مركز اول كمان في مسابقة كبيرة وزي ما كان الدكتور ابراهيم بيقول كان العدد اكبر من انكم تبقوا عارفين عدد المشروعات المشاركة فكرت انك تطوري كمان تخديل لليفل اعلى ثم اعلى حيث انك توصل للمرحلة مختلفة في التصميم هو انا مش هيخد المشروع ده بس مثلا هاخد الحاجات اللي انا استخدمتها في يعني هو هيبقى على مساحة اكبر اكيد هيبقى مشروع تخرج بقى فهيبقى على حاجات اكبر فمثلا هستفاد بقى بالحاجات اللي انا قدرت اطلع بيها من المبنى ده واقدر ادخلها بقى في المشروع نفس ايه هتعملي مدينة مثلا صديقة للبيئة بحلها مثلا هتعملي كمباون بحاله او مجمع سكني كامل يعني متخيلا ولا بش عايزة تقولي افكارك على هوا لا بش عارفة لسه احامل ايه بس ايه لا بس هو جميل احنا نفكر حتى لو ما كانش ده مشروع التخرج بتاعنا جميل احنا نفكر ان احنا نطور في المشروع اللي احنا عملنا ايه يعني احنا عملناه خلاص ودخل مسابقة وفاس بالمركز الاول لا احنا برضو مع الوقت اكيد هتجلنا افكار ممكن نطور من الفكرة بتاعتنا مزبوط؟ مزبوط طيب دكتور براهيم انتوا بقى في القسم ازاي بتشجعوا الطلبة على هذي المشروعات؟ بنشجعهم بالتوجيه ليهم لفكرة لاشكالية لمشكلة احنا ممكن نكون عايشينها يعني مثلا بمناسبة الكلام عن مشروع التخرج او كده احنا كنا احنا كلية فنون جميلة المنصورة كلية جديدة بدأت سنة 2014 وقسم العمارة بدأ 2016 اشراكت هتبقى ثالث دفعة تتخرج فاحنا ماشيين بمنهجية واستراتيجية في العمل في مشروع التخرج في قسم العمارة عندنا يعني اول دفعة تخرجت كان عندنا اشكالية ان احنا اشتغلنا على المراكز بتاعة محافظة الاهلية بسيكنا مركز مركز شوفنا ايه احتياجات كل مركز المشاريع اللي ممكن تخدمها وكده جينا تاني سنة تخدموا البيئة المحيطة اولا ونسعى تطويرها وبعدين نشوفها نعمل السنة التانية اللي اتخرجت السنة اللي فاتت كنا شغالين على اشكالية ان احنا عندنا السياحة محتاجين ان احنا نطورها فبدأنا ان احنا ازاي نفكر في افكار سياحة غير تقليدية يعني غير السياحة اللي احنا عندنا مثلا اثر فانا بروح له فبدأنا نشوف ايه المقاومات بتاعة مصر الغنية جدا ان احنا نقدر نعمل بيها مشروع السنة دي ان شاء الله مشروع اشرقت او دفعة اشرقت هيكون عن التراث الثقافي اللامادي عفو كل اقاليم مصر بس طبعا خلينا نبقى عارفين هو او ممكن اكون الاساس عندي او الاشكالية بتاعة التراث الثقافي اللامادي لكن طبعا لازم المباني كلها تكون مباني صديقة للبيئة مباني قابلة لاستخدام لكل الناس يعني طبعا بنراعي طبعا زويل همم لازم يكون المبنى اي حد يقدر يستخدمه ما يكونش فيه اي اعاقل اي شخص اللي هو يستخدمه لازم المبنى طبعا احنا بقينا دلوقتي طبعا بعد ما عدنا فترة الكران الحمد لله ربنا يعني عفونا من الفترة ديت لكن طبعا لازم ان انا بدأت اتعلم من الازمة اتعلم منها ان انا ازاي ابقى بعد كده فيه اجراءات لازم اتخذها في المباني بتاعتي او كده عظيم دكتور بيبقى فيه افكار كده تكلفة تنفيذها مش كبيرة فانتوا زي ما حدك ذكرت قلتوا شفتوا مراكز المحافظة كلها محافظة الاهلية عشان تشوفوا ايه المشاكل اللي هما بيواجهوها ونبتدي ان احنا نحط حلول هذه المشاكل من خلال المشاريع هل فيه مشروع من هذه المشاريع اتنفذ مثلا هو حضرتك هو ما فيش حاجة تنفذت حتى الان لكن احنا طبعا بنقدم يعني بعد ما بنخلص المشروع بتاعنا احنا بنبتدي الاول بعمل بحث يعني اول ترم ده بيبقى فيه بحث كامل الولاد بيشتغل عليه بشكل نظري عشان الترم التاني يكون التطبيق بتاع المشروع بتاعها بس احنا بعد ما بنخلص المشاريع بنقدم بورتفوليو بالمشاريع بتاعتنا للمحافظة ان احنا بنبقى تحت خدمة المحافظة بتاعتنا او تحت خدمة الاقليم او الجهة ان احنا مشاريعنا ان شاء الله يعني ده المشاريع المتميزة لقدمناها لتقديم حلول وطبعا بيبقى فيه جهات لما تتراءى ان المشروع ده قابل للتنفيذ او كده بيرجعوا لينا تاني وبنعمل تطوير للمشروع بحيث ان هو يكون قابل للتنفيذ ان شاء الله رب العالمين عظيمة هو المهمة في المشروع كمان يا دكتور ابراهيم وفيه الابحاث اللي هي في التعامل ان يكون فيه تواصل بالفعل ما بين الجامعة ما بين المحافظة وما بين رجال اعمال عشان يقدرهم ينافذوا هذه المشاريع وإحنا بدورنا كاعلام بنصالة ضوء على النمازج الجميلة اللي زي اشراقت اللي بتقدم مشاريع بالفعل بتفيد البلد وبتمشي مع التوجه الحاصل مش في مصر بس في العالم كله طبعا انا شكرك شكرا جزيلا شرفتونا شكرا جزيلا لك اشراقته الف مغروق مرة تانية اشراقت عمر غنيم طالبة بالمستوى الخامس بقسم العمارة كليتة الفنون الجميلة والدكتور ابراهيم جمال مدرس قسم العمارة بكليتة الفنون الجميلة جامعة المنصورة شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا حضرت